بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحدثنا سابقا عن المقدمة التي ابتدأ بها ابن عاشر رحمه الله تعالى الآن بدأ يبين هذا المنهج الذي شرع في شرحه وتوضيحه ما مصدر هذا البيان من أين يأتي بهذا البيان فقال رحمه الله تعالى وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد في عقد الأشعاري وفي قيمالكي وفي طريقة الجنيد السالكي كأنه يتكلم عن إعلان شامل للهوية الدينية التي يتحدث عنها العقيدة عقيدة أهل السنة الأشاعرة في مقابل الاعتزال في مقابل الكرامية في مقابل القدرية والجبرية إلى آخر ذلك من هذه الطواب نحن عندما نتكلم هنا في ما يتعلق بالعقائد نحن لسنا مطالبين بالبحث في الخليط الموجود والاضطراب الموجود الآن بقدر ما أننا نهتم في رد الأقوال الدينية إلى أهلها فلذلك هنا بدأ بتوضيح الهوية الدينية لأهل السنة والجماعة في أنهم على عقد الأشعري وأنهم على مذهب مالك وفي طريقة الجنيد السالك إذن قال وبعد فلعونوا من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد في عقد الأشعري وفي قه مالك وفي طريقة الجنيد السالك إذن بدأ بقوله هنا وبعد بناها على الضم للقطع عن الإضافة الإضافة هنا منوية في المعنى مقطوعة في اللفظ منوية في المعنى يعني أي بعد هذه المقدمة التي ذكرتها لك من البسملة والحمدلة والتعريف بمن ألف هذا النظم الآن أنا أبتدأ ببيان المنهج إذن وبعد ذلك الذي ذكرته لك فبدل من أن يقول لك وبعد ذلك وأن يضع جملة فانتقل إلى القطع عن الإضافة لفظا مع نية المعنى وأن المعنى موجود فنقول نقدر أي وبعد هذه المقدمة أين الذي دل على ذلك الذي دل على ذلك هو بناء بعد على الضم إذن قال وبعد بني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة لفظا لكنه منوي معنى أي بعدما مضى من الحمدلة والبسملة والتعريف بمن كتب هذا النظم إذن هنا بنى هذه يعني أنت تقول بعد ذلك مضعف ومضعف إليه وبعد هنا معربة بعد ذلك معربة لكنه لماذا انتقل إلى البناء دائما العرب تنتقل إلى البناء في حالة عدود بمعنى أصل التركيب على وجهه فإنه يكون كذلك فإذا بنيت فإنما عدلت عن أصل التركيب من أجل غاية من الغايات وهذه هي الغاية التي من أجلها بنى على الإضافة فقد عدل عن الإعراب وذلك اختصارا للألفاظ فحذف الجملة أي بعدما قدمته لك من البسملة والحمدلة والتعريف الآن حذفت هذا بدلا من أقول وبعد فقلت وبعد إذن دائما عندما نرى بناء في اللغة فإننا نتوقع أن الشريعة هنا قد سلكت مسلكا على خلاف أو عفوا اللغة قد سلكت على مسلك خلاف الأصل يعني عندما تريد أن تدعو أحدهم تقول يا سائقا قف فأنت عندما تقول يا سائقا قف أي كل سائق يقف يعني هناك مراقب سير موجود على الطريق ويريد أن ينبه إلى خطر حادث كبير موجود أمام السائرين فيقول يا سائقا قف يريد أن يوقف السيارات جميعا فهنا جاءت على خلاف هنا جاءت على الأصل هنا جاءت على الأصل فإذا قلنا جاءت على الأصل يا سائقا قف طب إذا أنا أردت أن أرى سائقا وهذا السائق هو المخالف لقوانين السيء وأريد أن يقفه وحده فأقول يا سائقا إذن أنا عدلت عن الأصل يا سائقا إلى يا سائقا لأنه صارت نكرة مقصودة الآن هناك مثلا رجل كفيف يريد أن يعبر الشارع يقول يا رجلا خذ بيدي فهو لا يريد رجلا معينا فيقول يا رجلا هذا هو الأصل طيب إذا كان له سائق معين له فعندئذ يقول يا سائق أي يريد واحدا بعينه صار نكرة ما مقصودة واضح فحركة البناء دائما تمثل حالة عدول عن الأصل يدخل الأستاذ الصف ولا يريد أن يعين أي طالب لمسح السبورة مثلا أن يمسح السبورة فيقول يا طالبا امسح السبورة فيخرج أي طالب طب فإن قال يا طالب امسح السبورة فينظر التلاميذ في وجوه بعضهم من الذي يقصده الأستاذ لابد أنه يقصد واحدا معين هو الذي عينه لمسح السبورة في الدرس دائما إذن يا فلان أنت المعين إذن أخرج إذن فرق يا طالبا امسح السبورة يا طالب امسح السبورة قال رحمه الله تعالى فالعون من الله المجيد أي العون والإعانة فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يظهره وأن يقويه على من برى له لأننا نعتقد لا حول ولا قوة إلا بالله قال فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد المجيد هي صفة لله سبحانه وتعالى وهو اسم يدل على الذات العلية التي انتهت إلى ما ولا نقول هنا انتهت بمعنى الحد لما نقول الغاية التي هي غاية الكمال في المجد والشرف وكمال الملك واتساع هذا الملك الذي لا يمكن أن يكون محدودا بحد أحيانا بعض يقول بعض الناس لله الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى فأحدهم يقول له إذن هذا حمد منقطع تمام نقول هذا بالنسبة لمراد المتكلم أنه يريد إلى مال نهاية كما في قوله تعالى خالدين فيها أحيانا قد تكون قصد الانقطاع وقد تكون على التأبيد وعدام الانقطاع ومراد المتكلم هنا يبين ذلك لذلك هنا يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى له جميع صفات الجلال منها المجد وهي اتساع الملك وكماله والغاية في الشرف الذي هو لله وحده ولا شريك له في ذلك أما النظم لغة بمعنى أنه بدأ بحثه بنظم ما هو النظم لغة فهو من الجمع والتنسيق بمعنى أنك جمعت العقدة ونظمته في حبات جميلة على وجه يستحسن ويستحب هذا من نسبة لمعنى النظم لغة أما النظم مصطلاحا فهو كلام موزون هذا الكلام الموزون بمعنى أنه على تفعيلة وهي على تفعيلة الرجز هنا أو على بحر الرجز وهنا النظم يختلف عن الشعر فهو كلام موزون مقصود في أن يوزن على هذا الوزن وذلك لأن هذا النظم يساعد الطلاب على الحفظ ويساعدهم على التذكر وهذه الأبيات التي نظمها رحمه الله تعالى يعني من أجل غاية وهي أن يحفظ الطلاب هذا النظم ما هي الغاية من هذه المنظمات؟ قال وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي النِّظَامِ لِأَنَّهُ أَحْظَى لَدَى الْمَرَامِ المرامل هو الغرض غرض كأن تحفظ العلم لأنه أحضاء أفيد وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي النِّظَامِ لِأَنَّهُ أَحْظَى لَدَى الْمَرَامِ وهو الذي تصغي له العقول وهو الذي تصغي له العقول والسيف من حصوله مسلول والسيف من حصوله مسلول عندما تناقش المسائل فتجد أن هذا الطالب قد حفظ نظما في هذه المسألة هذا يعني أنه لا يتكلم من بنيات أفكاره إنما هو ينقل لك علوم العلماء وبالتالي سيكون هذا الطالب متفوقا على أقرانه لأنه ليس فقط فهم وإنما حفظ وجاء بعلم العلماء منظوما فقد تجاوز مرحلة النثر إلى مرحلة النظم هذا معنى ما يقوله والسيف من حصوله مسلول أي من أتى بالنظم في محله فهو قد أتى بكلام واضح جزل يغلب غيره فيما أتى به من هذا العلم لأنه ضبطه هذا معنى والسيف من حصوله مسلوله قال وهو الذي تصغي له العقول بمعنى أنك عندما تأتي إلى علوم منظومة نظما رائقا فقد تجاوزت مرحلة النثر إلى مرحلة النظم نحن نقول إن النثر أقوى في التعبير عن الفقر لأن النظم أحيانا قد يأتي بكلمة ليملأ بها البيت أو قد يأتي بقافية هناك ما هو أفضل منها لكنه يريد هنا وزنا يريد أن يجعل مثلا هذا الصدر مع هذا العجز على قافية واحدة الحقيقة النظم مهم جدا وهو رائق خاصة للأطفال وهو محبوب لهم وبعض الناس قد يستثقل حفظ هذه المنظومات هذه المنظومات تحتاج إلى معايش يعني كيف يكون الطالب حافظا لكثرة التكرار لأنه يتذكر مع زملائه لأنه دائم الحديث ومتصل بصفة دائمة مع النظم فهو يفتح الكتاب كل يوم مرة أو مرتين أو خمس مرات فهو على تواصل دائم يعني ليس المقصود أنك أنت تمسك بهذا الكتاب ثم تذهب جئة وأنت تريد أن تحفظ أو أن تكتب تتعايش مع النظم تشرح النظم لزميلك يشرح لك زميلك النظم تعلق على كلمات تصبح الكلمات مألوفة ضبط الكلمات يصبح مألوفا سمعت الكلمات من الشيخ سمعتها مسجلة بعد أن تسمع هذه الكلمات المسجلة وتسمع وتناقش وتحاور وتكتب هذه الكلمات وإذا بك قد حفظت جلها إذن الحفظ المتقن هو يأتي من جانب المعايشة مع النص فقال للأمي تفيد أي المنسوب لأمه الذي لم يتعلم القراءة الكتابة طبعا عندما نقول هذا شخص أمي لم يتعلم هذه ليست صفة كمال في هذا الأمي بل هي نقص لكنها إذا كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال لماذا؟ لأن علمه لدني وليس مأخوذا من القراءة والكتابة بل كان عدم القراءة والكتابة له صلى الله عليه وسلم دليلا بينا على اصطفائه ورسالته وأنه أوتي من العلوم ما لم يؤته الناس بالقراءة والكتابة في قوله تعالى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِنِكِ إذن لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ إذن الآيات الكريمة جاءت مبينة أن نبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وهذه صفة كمال فيه لأن هذه الصفة هي دليل على صدق الرسالة إذن ما هو كمال فيه هو نقص في غيره عليه الصلاة والسلام فلا نقول يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أميته لماذا؟ لأنها كانت دليلا على صدق الرسالة وأنت ليست لك رسالة حتى تكون الأمية صدقا على أو دليلا على صدقك فهو عليه الصلاة والسلام علمه غير مكتسب من الخطوط والكلمات والكتب بل إن علمه لدني مما علمه الله سبحانه وتعالى كذلك الشعق هو صفة كمال في الإنسان لكنه في النبي صلى الله عليه وسلم ليس صفة كمال لأنه أوتي ما هو خير من الشعر وهو القرآن الكريم لذلك قال تعالى تزكية له عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين إذن أوتي ما هو خير من الشعر عليه الصلاة والسلام فلا نقول إن الشعر منقص في الشعر بل هو كمال في الشعر لكننا نقول إن هذا الشعر لا يكون كمالا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عنده ما هو أكمل منه ألا وهو الكتاب العزيز الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وأوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من يدعي أن الرسول لم يكن أميا يخارف بذلك صريح الكتاب ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي أي منسوب إلى أم القرى ومن هنا هو سمي أميا ليس لأنه لا يعلم القراءة والكتابة نقول أم القرى هنا لا تكون النسبة لأم القرى أمي إنما تكون قروي واضح أو قروي إذن النسبة لأم القرى لا ينسب إليها أمي كذلك إلى أبي بكر لا ينسب أبوي إنما ينسب بكري فلذلك لا تصح النسبة إلى أم القرى بأمي لأن ذلك يلتبس ويلغز على النسبة إلى الأم ولا يجوز النسبة إلى أبي بكر بالجزء الأول له أن أقول أبوي لأنه سيلتبس بالنسبة إلى الأب فتقول هذا صاحب حنان أبوي يعني كالأب وبالتالي هنا تختلف النسبة وتلتبس لذلك في منهج العلماء والنحاء أنك تنسب إلى الجزء الثاني فتقول في أم القرى قروي أو قروي أو تنسب إلى أبي بكر بكري وإنما هذا الخوط جاء من جهة من يريد أن يقول أن النبي كان عالما بلغات كثيرة وما إلى ذلك وهذا ما هو مخالف لصريح الكتاب وما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة من أنه كان أميا عليه الصلاة والسلام وأن أميته تزكية له فلا يجوز انتزاع هذه التزكية إذن هو يعين الجهة المستفيدة من هذا المنهج يعني عندما نقول هناك من يؤلف في المناهج في هذا العصب نقول له يا أخي هناك منهجية تأليف أيضا ها هو يبين الفئة المستهدفة من المنهج قال أنه للأمي تفيد بمعنى أن هذا الأمي بحاجة إلى هذا الكتاب وأنا قد وجهت الكتاب إلى هذه الفئة المستهدفة من المتعلمين فهم الذين هم في مرحلة بداية التعلم وفئة المبتدئين في فرض العين ولا يسع المسلم أن يجهل ذلك إذن قال في عقد الأشعار وفي قيمالك وفي طريقة الجنيد السالك ويريد أن يبين أن هذا النظم على هذه الهوية الدينية على هذه الهوية العلمية أن الطالب هذا يعرف من هو هذا على أهل السنة الأشاعرة على مذهب الإمام مالك هذا على طريقة الجنيد في التصوف الموافق للكتاب والسنة وظاهر الشريعة وليس شكلا من أشكال التخريف التي تقدم على أن هذه هي التصوف ثم يشوه علم من علوم الإسلام كما شوه الفقه كما شوهت العقاد ليس الأمر مقتصرا على التصوف إنما أيضا على المذاهب الفقهية التي رميت بزورا بالجمود وأنها مخالفة للدليل وأن الذين عليها لم يذكروا كتاب الله ولا سنة رسول الله بهذه النظرة الطفولية إلى مصادر العلوم الإسلامية فلذلك بيّن للطالب أنك في هويتك الدينية أنك على أهل السنة الأشاعرة ولست معتزليا لست كراميا لست جبريا لست شيعيا لست قدريا إذن هو يبين له هويته الدينية أما ما نراه في حياتنا اليومية نقول هذا مثلا إخوان مسلمين هذا سلفي هذا جماعة الدعوة هذا تحريري نحن نقول هذه ترد إلى إجماعات أهل السنة وترد إلى المحجة البيضاء فكلهم في المجمل أهل سنة وجماعة ولكن علينا أن نصوب الأخطاء الموجودة فعندنا قطأ في الجزئيات هناك من غالى في التكفير لكنه مقر بأن أهل السنة لا يكفرون بالسرقة ولا يكفرون بالزنا ولا يكفرون بالقتل لكنه تلوث بجزئي فكفر جملة المسلمين بترك الصلاة تكاسلا دون استتابة الإمام إنما أطلقها وكان ينظر في السنة بحسب هذه الحالة من التفكير الجزئي لكنه لا يكفر بالذنوب كالخوارج والمعتزلة بالجملة فنقول إنه وافق أهل السنة في الكل لكنه خالف أهل السنة في الجزء وهذا لا يخرجه من أهل السنة والجماعة لكن الإشكالات إذا كثرت عند إذن هذه المخالفة للإجماعات التي هي المحجة البيضاء نحن نقول الإجماعات الضرورية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له وقعت على ذلك المذاهب الأربعة وعمل الأمة هذه المحجة البيضاء أما أن تأتي أن هذا هناك جزء نص متشاب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مثلا تقول تقاتل المسلمون إذن هم كفر إذن هذا من لم يحكم بمأز الله فأولئك هم الكافرون وبالتالي تأخذها على ظاهرها فتجعل دار الإسلام دار حرب ودار كفر ما من أحد إلا وهو متلبس بتفكير جزء لكنه فارق المحجة البيضاء قال ليلها كنهارها إذن هناك قاطع إذن هؤلاء الذين يغالون في هدم الشهادتين فيكفرون أو الذين يقولون بنجاة من بلغته الدعوة صيحة ولكنه لم يتدين بالإسلام من نصارى أو يهود أو أي ملة وأي نحلة فيقولون إذا هؤلاء اجتهدوا وهم معذورون باجتهد ثم يأتي بنصوص جزئية إن تعذبهم فإنهم عباده في قول عيسى عليه السلام بين يدي الله في الآخرة إذن هناك هدم للشهادتين في جانب الغلو وهناك هدم في جانب التحلل وكلاهما مخالف للمحجة البيضاء فمن بلغته الدعوة صحيحة وجحدها وكذبها فهو مقطوع عليه بالخلود في النار لتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس فقط عليه دليل واحد بل مجموع الأدلة عليه وكثرة أدلة الشريعة عليه فأنت أتي بجزئي هنا وتقول إنه مجتهد معذور مع أنه بلغته الدعوة صحيحة وتدين بغير دين الإسلام وهو واقف على بينات الشريعة فتقول مجتهد معذور وتنسد ذلك إلى العنبر والجاحة وبعد ذلك يعني تقوم بعمل إعلامي وتقول أيضا ويستغفرون لمن في الأرض وتأتي بقوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء إلى آخر ذلك من الجزئيات أو تكفر بحديث جزء كتكفير تارك الصلاة تكاسلا مطلقا دون استتابة الإمام وتخرج بذلك عن المذاهب الأربعة المتبوعة حقيقة المحجة البيضاء واضحة في قواعد أهل السنة العامة والضرورية وعندئذ نقول إن هؤلاء فارقوا المحجة في جزء من الجزئيات ولكن هذا خطير جدا لأنهم تلوثوا بتكفير المسلمين بدليل جزئي من تركها فقد كفر بهذا الحمل طبعا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر الأمة موجودة منذ خمسة عشر قامة لا تفهم هذه الأفهام لكن الإشكال المعاصر هو إعادة النظر في النص الديني وتجاوز المذاهب المتبوعة على أنها هي التراث هذا الإشكال هو الذي أضاع المحجة البيضاء وانتهى المسلمون إلى أن هذا يأتي بكتاب وسنة وهذا يأتي بكتاب وسنة وهذا على شقاق مع هذا وهذا يضلل ذاك مع أن الجميع مشترك في قضية واحدة وهي التفكير الجزئي في الدين لأنه لم يرد إلى المحجة البيضاء التي تمثل قطعيات الشريعة التي أجمعت عليها الأمة وهي أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وقد أجمعت الأمة أيضا إجماعا قاطعا على أن من بلغته الدعوة صحيحة وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذعي له بالمتابعة أنه خالد مخلد في نار جهنم أبدا وعلى ذلك كثرة أدلة القرآن الكريم وجمهور أدلة القرآن الكريم حتى جاء هذا القاطع فجاء هذا القاطع من تضافر الظنيات حتى وصلنا إلى القطع وتكاثر الظواهر في رتبات النص ثم جاء أحدهم بظاهر لكنه لا يلتفت إلى المحجة البيضاء فيظن أنه على سنة ولكنه حقيقة نقض جملة السنة بجزئي من جزئياتها ونقض الإجماعات القطعية فإما أن يذهب نحو الغلوب بتكفير المسلمين بالجملة بذنب من الذنوب أو يذهب نحو التصحيح النجا لغير المسلمين بجزئي من جزئيات الشريعة ونصل لكن العامة لا يدركون أن هناك كليات وأنها الكليات ثبتت باستقراء أدلة الشريعة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالردة على القاتل ولا على الزان المحصن ولا على الزان البكر ولا على السارق إنما عملهم معاملة غير الردة لذلك نحن نقول هناك المحجة البيضاء التي هي الأدلة القاطعة التي يجب أن ترد إليها الأحكام هذا الذي ذكره في عقد الإشعاري أولا العقيدة وفقه مالك هو الشريعة وكذلك فيما يتعلق بالأخلاق وهو مقام الإحسان وكلها جميعا مردها إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم لما جاء جبريل عليه السلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإسلام وهو الشريعة أي الفقه والإيمان هو العقد العقد الإسلام والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك ثم سأله عن فقه المتغيرة فقه المتغيرات وهي أمارات الساعة فقال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم إذن كل ما ورد في هذا الحديث هو الدين عقائق فقه علامات فقه إحسان وعلامات الساعة إذن الدين هو هذه الأربعة إذن قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم ولذلك نحن لا نفهم أن ترد الأمة ربتها بمعنى أنها يعني عقوق فقط هذا الجزء لكن لما قال أتاكم يعلمكم أمور دينكم أو يعلمكم دينكم إنما جاء ليبين أن هناك انقلابات في الفكر انقلابات في التدين بين يدي الساعة لكن هذه الانقلابات هي مشتقة من نفس نسيج الشريعة الأمة تلد ربتها بمعنى كنتم على شريعة متبوعة عليها عمل الأمة والصحابة لكن سيأتي من يشق عصى الأمة ويأتي إلى هذا العمل عمل الأمة الذي هو السنة والحديث والفقه والعقائد ثم يريد أن يعيد النظر لكنه سيشكل ربة جديدة شريعة جديدة لكن من نفس خيوط الأمة خيوط الأمة نسجت من الكتاب والسنة وأدلة الشريعة كلها فنشأت هذه إذن النسج هذا هو النسج لكن هناك من سيفق هذا النسيج ومن نفس الخيوط سيشكل لكم الرب الجديدة حيل في البيوع عقائد خليط من الطوائر إذن قال تنفع هذا الأمي إذا درسها فالأمي إذا درسها عندئذ ينتفع بهذه العلوم من الطهارة والصلاة طيب لماذا لا نبدأ بالموطة الموطة لم يعد ككتاب تدريس لماذا لا نبدأ بالكتاب لسي بوي لم يعد كتابا للتدريس إنما كان هو مؤسسا للعلوم هذه كتب هي مؤسسة للعلوم بمعنى أنها لم تراعي حالة الطالب الدارس في ابتداء الدرس فتجد في الكتاب أنه قد ذكر الفاعل في أكثر من موضع إذن عندما تدرس الطالب الفاعل عندما تحصل له هذا الباب تحصل له هذا المبحث لكنه إذا أراد أن يدرس النحو فإنه يبدأ بالكتب المبتدئة الأجر رومية يرجع مثلا نظم ابن عبيدي ربه قطر الندى وبل الصدى شذور الذهب الفيت مالك لذلك عندما نقول أن هذه العلوم هي تراتوبية الآن لابد من سلوك مسلك التراتوبية إذن قال في عقد الأشعاري الإمام الأشعاري هو أبو الحسن الأشعاري هذا الإمام من أئمة السنة متوفى سنة ثلاثمائة وأربع وعشرين وهو إمام أهل السنة كان منبريا للخلاف مع المعتزلة قبل الأشعارية كان أهل السنة يسمون المثبتة في مقابلة المعتزلة الذين هم النوفا إذن الأشعارية هم المثبتة لما جاء أبو الحسن لم يأتي بعقائد ومعاني جديدة مثلا إنما جاء بأدلة لإثبات تلك المعاني المعاني واضح إذن هو لم يأتي بمعاني أو بمعاني جديدة من عنده إذن هو أتى بهذه العلوم إذن الإمام أبو الحسن فقط منهجية استدلال الأشاعر لم يأتوا بالمعاني الجديدة إنما جاءوا بمنهجية استدلال وقواعد استدلال فقط أما محتوى العقائد فهو عقائد أحمد بن حنبل أو عقائد السلف عقائد مالك أما دعوة النقض التي قامت بها الربة الآن وإنتاج الخيوط الجديدة بإعادة النظر في المذاهب الفقهية والعقدية وتجاوز التراث الذي هو المذاهب الأربعة أو العقائد فلذلك نقول إن أبو الحسن لم يأتي بجديد في الموضوع ونقول إن هذا الإمام الذي هو أطلق عليه إمام أهل السنة لم يكن آتيا بمعاني جديدة إنما جاء بطرق استدلال فقط وتبعه أهل السنة في طرق الاستدلال هناك تفاصيل أكثر موجودة في الكتاب يمكن الرجوع إليها أما في فقه مالك فهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى هذا الإمام هو سليل الصحابي الجليل أبو عامر وقد شهد المشاهدة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا بدرا الإمام الشافعي قال مالك أستاذي وعنه أخذت العلم وجعلت مالكا بيني وبين الله حجة هذا هو الإمام الذي يعرف فضائل الإمام ويقول الشافعي أيضا وإذا ذكر العلماء فمالك النجم إذن الإمام مالك معون على عمل السلف في المدينة لا يأخذ من حكايات النصوص قال فلان وقال فلان جاء إلى المدينة المنورة في القرون المفضلة فوجدت تابعين يصلون بهذه الصلاة ويزكون هكذا فهو أخذ الدين عملا هذه هي السنة ونحن نفرق بين السنة التي هي الشاملة للحديث والشاملة للعمل وبين مجرد رواية الحديث التي هي في منتصف القرن الثالث الهجري لكن السنة كانت موجودة في عهد الصحابة والتابعين ولا يجوز الفهم الخاطئ والمخطئ أيضا أن يقال إن السنة تبدأ من تدوين السنة فنرجع إلى المدونة من السنة ثم نقول هذا خلاف السنة وخالف مالك السنة لأن مالك لا يأخذ من كتب الرواية التي بعده إنما هي كتب الرواية تأخذ من مالك حتى قالوا كاذا صحيح البخاري أن يكون نسخة من الموطأ فالسنة المدونة تأخذ من المدرسة الفقهية وجاءت أيضا مقسمة على أبواب الفقه حسب ما استقر عليه فقه السلاة فالرجوع إلى السنة أو الأحاديث المدونة لنقضي المدرسة الفقهية إنما هو الانقلاب الذي حدث في هذا العصر بسبب عدم فهم تكون المدرسة الفقهية وكيف دونت الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجنيد ابن محمد ابن الجنيد أبو القاسم فهو إمام من آئمة أهل السنة في السلوك وسلوكه مرضي عنه عند آئمة الفقه من السنة متوفى سنة مائتين وثمان وسبعين وفي الحقيقة لا يجوز الخروج عن ظاهر الشريعة نحن لا نقول بالتصوف الذي يخرج عن ظاهر الشريعة وما ذكره الجنيد وما رواه عنه العلماء أنه قال علمنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به لا يقتدى به لذلك هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في تلقي التصوف المنضبط بالشريعة وبظاهر الشريعة ليس أمرا باطنيا ينقض ظاهر الشريعة لذلك نحن هنا أمام المنهج ضوابط المنهج التلقي طرق التلقي الهوية العلمية مقدمة منهجية لكتابة منهج مهم إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الدرس أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر